السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول حاجة في الفيديو دي اليوم بغيت نعتادر منكم جميعا على الفيديو السابق اللي وضعت فيه الطريقة ديال بريم وفي الصراحة هذك الفيديو مكانش واضح المهم اليوم انا عاود تصورت وكنت منك انها الطريقة هذي تكون واضحة يعني تصوير ديال اليوم يكون واضح فانا حاولت انني نحيد اليد ديال الباب حيتها ووضعتها هنايا وباش نشرح لكم فيها مزيان المهم انتم دائما اردوا البال انا راعدكم جوج ديال اليدين عليهم غادين تخدموا فتابعوا معي الطريقة كنتمنى ان هذ الفيديو ديال اليوم ينال اعجاب ديالكم وتفهموا الطريقة اللي انا تنخدم بيها لانها صراحة طريقة سهلة ورائعة جدا وكتسهل عليكم الخدمة يعني بزاف 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 انا شخصيا تنخدم بهالطريقة هذي وكل واحد والاسلوب دياله في الخدمة فكين بعد سيدات مثلا تبرموا الخيط على الاصبع ديال الرجل ديالهم السبع الكبير ديال الرجل تتبرمي علي هالطريقة هذي انا شخصيا ما كتعجبنيش لانا كتشنتف الخيط من هذيك الدورة ديال والسفلة كتشنتفها يعني كيوال الخيط مشنتف وكينه طريقة اخرى ان احنا تنوضع الفنيتة في وسط المخدة وهالطريقة يعني حتى هي مزيانة شوية يعني كتخدم ولكن تهية يعني مساحة مكتعجبنيش المهم دابا غادي تشوفوا معايا هالطريقة هذي فاول حاجة ان اخذوا اليد ديال الباب كيف ما كتشوفوا معايا يعني انا هنا غادي نوضع ليكم غير يد وحدة انتو ما راكم عارفين يعني من اللي غا تكونوا خدامين فرا غادي يكون عندكم الباب واقف فغا تكون عندكم الليد على الجهة اليمنية ويد على الجهة اليسرية فانتو ما غا تخدموا على حسابهم يعني المهم المهم دابا عندنا هذي الليد هذي فاول حاجة غادي ندور الخيط يعني دورت الحرير علاق اليد ديال الباب كنتمنى ان الطريقة تكون واضحة فاقفش تندور انا متندورش دورة وحدة وتنقطع الخيط ونبرم لانني انا هنا بغى الخيط على ثلاثة شعرات يعني ننبغش الخيط على ربعة شعرات اللي بغيتو على ربعة ممكن انا لنقطع ولكن اللي بغيتو على ثلاثة من الافضل ما نقطعش ندور دورة اللولة والتانية ونزيد ندور دورة الثالثة علاش في اللحظة اللي غادي نقطع فيه انا الخيط غدا تعطيني اربعة الخيوطة مبرومين على ثلاثة شعرات يعني يا وضع اني نبغن نبغش نلوي اللولاق ونقطع ويبقى لي هاداك الخيط وديما تيجي متفاوت فلاحظوا معاي جيدا فهنا عادة انقطع يعني من اللي تندور ثلاثة دورات على اليد ديال باب تنقطع الخيط تيجيو الخيوطة كاملة انعبار واحد و هاد القادية مهمة بزاف اللي تتبرم على رجل ها ما كيعطوهاش الخيوطة مقادين فالمهم إذا دورتوا ثلاثة دورات يعني دورتوا ثلاثة دورات غاد يعطيكم الخيط مقاد هادوك الخيوطة وحد سيدك نسولتني على الخيوطة اللي غادين يبقوا لنا فين غادين ديروهم اترجعي اتعلقيهم في اليد دي الباب الاخرى يعني وحدة احنا عدنا جوج ديال اليدين يعني وحدة غادين برمو وحدة غادين نعلقوا فيها ذاك الخيط اللي تيبقى لنا باش ما يتخسرش موهما الان اخديت ثلاثة الخيوط كما قلت لكم انا هالطريقة وضعتها لاجل يعني الخيوطة التي يكونون برومين الى ثلاثة تشعرات وما تتلقوا فيه مشكلة اما الخيوطة اللي كيكونوا على 4 تشعرات فتقريبا ما فيه مشكلة يعني غير كتدور الدورة وحدة وتخدمي وتعود وتخدمي موهيم احنا دابا غادين ديرو راسنا حالا علقنا هذو الخيوطة اللي شاطوا لنا في اليد دي الباب التانية وغادين نخدمه على هذي اللي بقات لنا يعني البرايم ساهل بزاف غير كتطلعي مثلا الخيط هاد كيكون عندنا الخيط يعني هاد الراس وهاد الراس فكتديري هذا مثلا طلعي على جوج او ثلاثة على حساب طول دير الخيط كتجيب الخيط الاخر حتى هو مثلا طلعتي يعني غادين نكون جوج ديال الطلعيس وكيفاش غادين نجمعون كنجمعون بهبطة يعني غادين نهبطوا دابا لاحظوا معايق كنهبطوا يعني مره ولا جوج سافي وغادين نحيدوا الخيط من اليد دي الباب وغادين نحاولوا ان احنا نجروا واحد شوية بهالطريقة هذي شوفوا معايق هنا باش يتيري الخيط وما يبقاش يعني باش يتطلق الخيط ونقدرو ان احنا نخدمو به فيه بطريقة سهلة وبسيطة بزيف مهم كنتمنى ان الطريقة الشرح ديالي تكون واضحة لان في الفيديو السابق سراحة ما كانش واضح مزيين مهم اليوم كنتمنى ان الفكرة ديالي تكون وصلت فكرة ديالي ان احنا نبرمو بطريقة سهلة وبسيطة واحد العدد يكون كبير يعني مثلا كل ثلاثة دورات كتعطيكم ربعة الخيوط مبرومين هالطريقة كتسهل الخدمة بزيف 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 فكنتمنى انكم تجربوها وتكتبو لي في التعاليق واش هالطريقة فعلا عجبتكم ولا ما عجبتكمش المهم الاخوات بمناسبة الفيديو دياليوم بغيت ننصحكم احد ناصيحة صغيرة بزيف يعني اي سيدة بغت تنظف اليد ديالباب او الروبيني ولا احتلا فابو يعني المهم اي وحدة بغت تنظفهم ويرجعو كيلمعو فتستعمل معجون ديالاسنان الصراحة يعني معجون ديالاسنان رائع جدا مو يمجربو وردو علي الخبار فغادي غرد دهني وتخلي واحد ساعة ولا ساعتين ومن بعد رجعت تحكي بشي شيتة ديالاسنان تكون قديمة يعني مبقيتش كتستعمليها فحاولي انك تحكي بها هذيك اليد ديالباب واحتروا بيني صراحة كنت منا نصيحة هديتنا للاعجاب ديالكم المهم كنت منا متنسوش اللي اعجبها الفيديو اضغط على زر الاعجاب وشكرا على المتابعة